يشوفوا الشيء ضجت الشارع على ايضاً شنو شنو نوعية المدربية كنت سميري يعني أنا سان باولي الآن فشلت خاص فشلت لأن هذا نهائي ليس بطموح المنتخب الارجنتيني فسان باولي فوق فشله يقول لك أنا ما رح أستقل من رئاسة الجهاز الفني وبظل مدرب وبعد في طموح يعني في عمل شوف هو يعني شوف أنا ما أقدر أوصف لهذه الحالة يعني الله يعطينا بروتف تعصابه هي ما أقدر أوصفها لك وبنفس الوقت يعني يعني مع احترامي لكل الناس الأحق بهذه الردود هم الأرجنتيني صراحة يعني ممكن إحنا نتكلم بواقع عاطفي شوية إحنا نشجع الأرجنتين لنراي كل واحد لو وجهت نظر صح تحترموا على عين والرأس بس الأرجنتيني هم من سيقررون بقاء سنباوليا أو ذهر من تصريب خبر العشرين مليون يو كسر العقد وواضح أن وواضح الاتحاد الأرجنتيني أصلا ما قدر يكسر عقده مع عشبيلي رح يواجه صعوبة قال إنت صادر نفسك من الشبيليا رح يواجه صعوبة نعم لماذا العالم يكرر العملية أنما يكون ميسي 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 مجدداً للحين العالم تربط ميسي وحصوله على كس العالم للحين العالم تربط ميسي مع مارادونة وللحين متأملين يعني صحفي العالم متابعين أنه مثل م مارادونة حق كس العالم لا بد أن يكون ميسي حق كس العالم بحظهم أنه موجود للسنة 2022 في قطر إن شاء الله يقول لك عمر راح يكون خمسة ثلاثة وايت في تركيز على هذا الموضوع شنو السبب سمير؟ شوف موضوع مرادونا أول شيء قبل أن ندشي على موضوع ميسي يعني موضوع مرادونا لازم الناس اللي ما شافت مرادونا تروح تبحث عن مرادونا أول شيء نعم يعني تروح تبحث مو لكتات في اليوتيوب وتسكت لا روح تبحث عن كل ما يملك مرادونا من تاريخ وما قدمه مرادونا عشان بعدين أمنين يتناقش معاك في موضوع مرادونا تكون قادر تأخذه وتعطي هذا جانب فمرادونا على جنب شوية ما لا علاقة بميسي ولا ميسي يلعب كرة عشان مرادونا يعني أنا واضح قاعد أشوف الأشخاص وصورة حتى التصاريح الصحفية وكلام المشجعين والمحبين دائما ميسي ثم على طول يطرع ورا مرادونا مرادونا ميسي سيبقى ميسي هو ميسي ومرادونا هو مرادونا حصول على كلاس العالم هذا حلم لكل إرجنتيني مع وجود لاعب بقيمة ميسي يصبح الحلم هذا يعني ملموس الأرجنتيني يحس ملموس لأنه يمتلك ميسي فعشان شديد دائما يركضون وراه إنه يحاول يحقق هذه البطولة نعم بجوهر أنا عندي تعليق مخصوص خبر الصحفي بياني سبورتس الأسبانية نعم خلال عقدين من الزمان تقريبا ميسي هو أكبر اسم فيه كرة الغدم فطبيعي الإعلام أو المشجعين يبون تواجد هذا الإنسان أو هذا اللاعب في المنديال المقبل أنت الحين للحين دائما كرة الغدم الناس يتعلق في النجوم أكثر من أي شيء طبيعي إنه ليس خبر وجود ميسي من عدمه يشغل العالم هذا واحد أثنين ميسي محتاج كأس العالم ليس لأن ليس لشم مرادونة لا 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 مو موضوع مرادونة ليس مو موضوع للنغاش ميسي محتاج كأس العالم ليس لأن عساس يثبت ميسي أنا أشوف الأرقام اللي حققها ميسي ليس مو محتاج يثبت أي شيء ميسي لو يعتزل الحين هو سوى يعني سوى أشياء يا رجل يمكن بعد ثلاثين سنة تنكسر لكن ميسي محتاج قلت لك عشان يبقى سطورة عن عقونة الأرجنتين مش لي كرة القجم لا لا هو لو ميسي لبلدة 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 ميسي لو ما يعرف قيمة كأس العالم كان ما لعب كل هالفترة في تصريح مشهور حقه أنا مستعد أتنازل عن كل ما أمتلك من مقابل حصول على بطولات كأس العالم كل ما أمتلك من بطولات في ميسي النقطة لما رفض إصطورية ميسي في كأس العالم هذا ليس موضوع هذا موضوع أصلاً إلي لا لأ لديك فيه معاك نقاش لا 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 لأ أنا أقول لك ميسي لأول حين يعني إعتزالك كرة القدم خير شر أنت ترى إصطورة أنا واحد منك لا رأى إصطورة هذا يعني آراء متعددة شوك كلمة إصطورة مش حكيمة نشوفه أشان معايير لإصطورة أتكلم عن مصطرف إصطورة أدري أدري أهمني خلنا أقصد لا نحطها في وجهة نظر واحدة لا لا أنا قاعد أقول لك أول شيء كلمة أسطورة فضفاظة فضفاظة واحد ما أهم عيار فعلتي أنا أقول لك ميسي الأول حين يعتزل الأرقام الأرقام اللي حققها في عالم كرة القدم بعد ثلاثين سنة ممكن هي المقصد من كلمة أسطورة شنو يا أبو عزيز ويا أبو جوهر أسطورة يعني سيتم بالتاريخ يسطر هذا البنيان ويذكرها هي لها معاني كثير لغوية لا ندش في اللغويات بس قاعد أقول لك شنو المصطلح في عالم كرة القدم لما تقول لي كلمة أسطورة يعني هذا اللاعب سيتم يذكره على مدى التاريخ في المستقبل لما قدمهم لكرة القدم الحين قدم في برشلونة فقط لا نأخذ مصطلح عام كرة القدم أنا سألك سؤال للأرجنتين ماذا قدم ميسي ما قدم شيء للأرجنتين لم يقدم شيء يعني أدري للكرة القدم كلاعب مميز موهوب هذا أمر امتهنا منه وله تقييما لبشي بس الارجنتينيين اللي شجعوا الارجنتينيين فيه غصة يعني ميشوف ميسي يقدم كل هالأرقام ما يقدمش الارجنتين بجوهر جمهور ميسي لسه جمهور أرجنتين فقط لا لا مو الجمهور الأرجنتين أتكلم أنت عينك أرجنتيني مستمتع لا أنا ما أقول لك عن نفسي ولا على الارجنتيني أقع أكلم إحنا لما قلنا أسطورية ميسي لاع جدالة فيها انت قلت إنه لا ممكن إنه أنت بالنسبة لك أسطورة بالنسبة لي مليسطورة شنو الأسطورة بالنسبة لك شنو معناها؟ لها أكثر من معنى ما لها معيارة لا فيه معيارة عام شنو هو؟ أدري ما لها معيارة والأسطورة مشهر شيء إيجابيك يكون شيء سلبي جوحة أسطورة بغض النظر في العديد من الأساطيرين ما كانوا إيجابية في المجتمع هذا معنى كلمة أسطورة إنه خرافة الأسطور بجوهر أنت غيرت المعنى لا لا الأسطورة ما لها معنى واحد رياضيا أساطير مغريق لا أدري ما لها معنى رياضي بس المعنى المشهور بجوهر دائما تروح أقل معنى الأشهر لما يقول لك فلان أسطورة أن فلان مخلق أو فلان بقليب شباب شباب حين لما تقعد شيء قاعدة مع الشباب وتسألهم سؤال من هو تعرفون من أساطير كرة القدم؟ أبو عزيز كرويف يعني رح يقول لك كرويف بلاتيني رح يبلك باجيو رح يبلك رونالدينو أوزيبيو رح يبلك بيلي أنا أشوف الأسطورة هو الشخص الأكثر وعلى سكان شعبة يعني هذا هو رسول وين نجاح؟ وين نجاح؟ هذا ليس مو موضوعنا لأن عدم النجاح مع الأرجنتين هذا لا تقييم خاص ولا معايير أخرى لكن لا نستطيع أن نختزل من أسطورية هذا اللاعب لا لا أنا ألاقك تختزل حين لو أنت عادة صادية الأفريقية في لاعبين عاديين ينفقون لأنهم لعبوا في كاس العالمين ينفقون جورجوية طبعا أنا أقصد أنه بنهاي هو تعريف هو أول وآخر يحصل على أول وآخر هو بنهاية تعريف ما هو واضح صحيح 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 وكل واحد يضع معايير رياضية بكيفة أنا أقصد بعيدة عنك المسطورة تقييم ميسي هو لاعب ممتاز لا نختلف انتهينا ميسي لاعب ممتاز كابتن؟ لا 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 يعني هذا أعلى وصف سطورة وخارق أنت تطالع مباراة دائخة لينتر تقول والله فلان اليوم ممتاز لا 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 أتكلم بشكل عام لا ميسي يعني لاعب موهوب لاعب مميز لاعب رقم واحد قول للي تقوله بس أنا أقصد لا 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 ميسي لا كل ممتاز سروايد عالية إحنا اللي قاعدين نقطها بسهالة بس أنت هين قاعدين بجاهر قاعدين تقنطق اللي يقول أسطورة ما أقولك انتقد أسطورة ما أنت بعيدة عن الوصف لاعب جيد أسطورة ماذا تقول الحق اليوم ممتاز أسمعني ممتاز خارق قول للي تقوله بس أنا أقصد أن اللاعب إذا لم يقدم شيء مع منتخبه فيه شيء قاصر في عالم كرة القدم يعني فيه شيء قاصر في لاعب على المستوى الدولي لمنتخبه طبعا أيها الدولي برافو عليك بس ما يقل من الوصف أنه هو لاعب أسطوري في عالم كرة القدم أنا أعطي مثل الآن قيمة مارادونا عند جمهور البوكة أو ريكلمي قيمة جمهور البوكة عندها قيمة ريكلمي أعلى فيه أمور عاطفية تفوق الأمور كرة القدم كرة عاطفية بالأول وبالآخر عالميا عالميا كونيا كل مارادونا نحن قاعد نتكلم على الشعب مالا على الفئة اللي هو محاط فيها أنا أقول لك ميسي محتاج لأن ميسي يستحق على ما قدمه في عالم كرة القدم أنه يبقى في وجدال نرجنتينين إلى والله يشوف أنا وجهت نظري شخصية في هذا الموضوع لأن الجدال فيه وايد يعني واللغط فيه كثير أنا كان وجهت نظري كان ميسي محتاج مو بس من محتاج كاس العالم كثر ما كان محتاج أنه يقدم عطاءات للمنتخب للمنتخب مختلفة عن الآخرين وإنه يثبت للناس أنه هو متواجد على الأرض الملعب بشكل مختلف نعم ثم بعد النتيجة والمنظومة والمدرب كلها الممكن ممكن أنها تخذ المسي لكن ما أحد رح يخذ المسي بعدها لكن للأسف ما كان فيه توازن في هذا الأمر عشان تشيري الناس شوية يعني تلوم بشكل جبار على موضوع المنتخب أنا ممتازة